اول شي بدي حي موقفك من المقاومة اليوم موقف مهم جدا ثاني الشغل استاذ نبيل بومنصف لو سمحت حضرتك عم تقول الشيعة مبدون الثورة مش قالت الشيعة السناء الشيعة يعني الشيعة خمسة ونسعين بلا بلا بدك تسمحلي لاحظة لاحظة انا انا بعرف انا بعرف انا ابن شنوب استاذ نبيل بدك تفققا عرفهم بكتعرف شغل لا مافيك تأولني كلمة لحظة لاحظة لاحظة السناء الشيعة بمثلت رباع الشيعة يا خي 95% من الشيعة وأنا واحد منها الناس بدك تورها الانتخابات النيابية باكشوف الانتخابات النيابية وأكبر دليل هي الأرام اللي يجب نها أول شغلة الشيعة مع الثورة مش ضد الثورة والشيعة بلبنان جزء من الطائب من الجزء من الشعب اللبناني نحن اللبنانيين وأكبر دليل أنا موجود بين كل أهلي بهالستوديو هايدي أول شغلة تاني شغلة تاني شغلة أستاذ سامي موضوع السلاح حذرتك دايما عم تسهوب على موضوع السلاح أنا أخبرك شغلة عن موضوع السلاح أول شغلة سلاح حزب الله مش مسؤول على المية مليار دولار دين هاي أول نقطة تاني نقطة سلاح حزب الله استعمل بالداخل ردة فعل على فعل بسبع أيار وأكيد برفض هالموضوع أنا كله بس أنا عم بحكيك للمزود تالت شغلة سلاح حزب الله لم يقصف الضاحي بالستة وطمئين بالستة شباط ورابع شغلة سلاح حزب الله لم ينهى لا ولا مرة جاب انهيار الليرة على لبنان بعهد الرئيس أمين الجميل هاي دي شغلة لازم تعرفها كتير ولازم أنت طالما حضرتك نائب ونائب عن هيدا الأمة بدك تطلع تحاور الناس أنت عم تقول عم تسهوب على السلاح طيب طلع على الضاحية وعود مع الشباب أنا بأختك يا خي طلع عود طلع عود مع الشباب أنا بخي طلع عود مع شوف الهواجز أنا بتمنى تكون بكفية حضيعة لحتى شوف هيدا السلاح تتمسك فيه ولا ما بتتمسك فيه وشكرا جزيلا بدي جيوبه دخلي جيوبه الشيخ سامي قريب 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 يقولها كرسي ايه بس بدك ضب بطلك شوي طارق استاذ مرسيل بدع كرسي للأستاذ كرسة بموريس لا انا محل لك افضل مش الحال اعطونا كرسي ما عنا كراسي هلأ فينا نقرب هيده بس ديئة هيده بصير عالي كتير هيده كرسة موريس بصير اعلى منك طارق خليني بس جاوبك البلد بقى نبنيه سوا بس هنقدر نبنيه سوا بقى نكون انا وياك متساوية اذا بدنا نقاوم انا وياك منقاوم مش انت قاوم انا لا اذا بدنا نحمل سلاح مش انت لوحدك نحمل انا وياك والاهم والاهم بنا نعترف انا وياك انه في عنا جيش جبار اسمه جيش لبناني اذا بدنا اذا بدنا مدافع عن لبنان انا وياك منفوت على الجيش مدافع عن لبنان بس اللي ما بيجوز انه انت تعتبر انه عندك مونوبول بالدفاع عن لبنان انا وياك مدافع عن لبنان مش انت لوحدك ولا انا لوحدك هيا اول نقطة نقطة التانية نقطة ايه بقى سهلي كتير نقطة التانية انا وياك انا وياك انا وياك انا وياك انا وياك انا وياك بدنا نقوي هيدا الجيش بدنا نمولو بدنا نقوي بدنا وين مين بيعطينا سلاح القوي بس خليك بكفية حط ضيعتي بيس الجبل وبوجك الاسرائيلي فرجيلي بس شو بدك تعمل نقطة نحنا كان في بوجنا جيش سوري قتلنا اكتر من ما الاسرائيلي قتلنا شباب ودمرنا ودمرنا بيوتنا متل ما الاسرائيلي دمر بيوت الجنة انا اليوم عم بقول حين الوقت انا وياك حط ايدك بيدي اذا قرب السوري انا وياك ندفع على لبنان واذا قرب الاسرائيلي انا وياك ندفع على لبنان شو رأيه؟ انا بدعيك انا بدعيك شكرا مستاذ مرسيل روي اتفضل استاذ نبي تجيوب تسمح اتفضل ما فيك تقولني كلام ما قلته بالاول انا قلت سنائي الشي اعود اعود انا قلت عم بيعني حركة امل وحزب الله قلت السنائي الشيعي اللي مستعمله بالصحافي بيستعمله بالسياسة ما عم بعمم ما انا قلتلك من الاول شعار الثورة ما قبلته انا كلهم يعني كلهم ما عم بعمم على الشيعة يا ابني ولا عم بعمم على المسيحية ولا عم بعمم على السنة عم بعمم عم بكون محدد وانا بعرف كتير منيح انه السنائي الشيعي يمثل معظم الطائف الشيعية ولذلك عم اقول له للشيخ سامي ما فينا نروع انتخابات مبكرة قبل ما نعمل اداة تنفيذية لانتفع عنون انتخاب صحيح لانه القوى الشيعية مع قوى مسيحية مثل القوات البنانية اللي مستفيدة جدا من الانتخابات مع طيال وطني الحر كمان هادي قوى مسيحية شو ها عم بقول كل المسيحية هاو سنائي يمكن كمان اسلامان فرانجي هاو استفادوا من هذا القانون انا ضدوا بالعمق هذا القانون مثل ما كنت ضد هذه التسوية الرئاسية اللي عم يحكي عنها بس امر واقع فرد على البلد ما بق فينا نحكي بالمنطق العتيق بعد 17 تشرين الاول لذلك بدك تعمل تسوية بين هذه القوى السياسية من المال اللي بعد ما تبري حاله بتمثل 49 بالمئة من اللبنانيين وبين قوى ثورية جديدة فاتت على الملعب لهن انتو لهن الشارع لهن وفيه كمان قوى يعني قوى معارضة اليوم في عندك هون سامي جميل عندك الوية البنانية ما فيك تقول عنها انما انا معارضة مهمة وكمان مضبوط معه حق الشاب اللي قال انه هني عارضوا من قلب الحكومة عدة مرات وما مشوا بالموازنات معه حق يقول هالكلام ورغم ذلك ما طلع بايده لحتى تستقاله وعندك اليوم حديثا كمان طيار المستقبل فيكن تعملون محاسة بكلهم ما عندي مانيا بالعكس بس كمان هذه القوى بدا تيجي مع القوى السورية اليوم لتروح على انتوارات مبكرة اشتركوا في القناة